قناة الهدى للإعلام الدعوي تقدم طيب السؤال الآخر هل يجوز شراء الأضحية بالوزن مما انتشر أيضا في هذه الأعصار أن الأضاحي صارت تباع بالوزن هذا شيء ما كانت معروف المعروف هو أن الأضحية كانت تباع هكذا جوزافا ثم يجعل لها سعرا ويماكس صاحبها حتى يشتريها الآن ده يقول لك لقد ده الكيلو طلع الميزان مش حال ما أعطته كان فبعض العلماء تحرج من هذا وقال بأن هذا فيه غرارا قال لك هذا فيه بيع الغرار لأنه يشتري ثمنة الكيلو مثلا يقول لك هذا الكيلو مثلا 60 درهم أو 70 درهم أو كذا وهذا الكيلو فيه ماء وفيه فرث وفيه صوف وفيه قرن وفيه كذا وفيه ما لا ينتفع به في طعامه ولا في شرابه إذن كي يقول لك يشري شي حاجة فيها الغرار وما عفنا شحل قدر ديال هدك الشي اللي غدي يكون يعني يرمى من الشد يعني شحل غدي بقى نواش التولوت اللي غدي يرميه غدي بقى نتولوتين اللي هي صالحة للأكل أو أكثر أو أخل فلذلك قالوا هذا فيه غرر وبعض العلماء قالوا بأن هذا لا حرج فيه قالوا هذا لا حرج فيه لأنه من الأمور التي عمت بها البلواء والأمور دائما يعني تبنى على الاحتياط وغالبا ما تكون تلك النسب يعني متقاربة حال كي كي نشري ودجاج كي نشري وكذلك أمور معروفة متداولة فدائما كيكون واحد نسبة معينة من وزن الخروف كيكون ديال الفرط وديال الصرف وغيره فهذا يعني أجازه كثير من العلماء وقالوا لا حرج في ذلك وقد عمت بذلك البلواء وإن اجتنبه الإنسان واشترى بطريقة التقليدية المعتادة كان أفضل وأحسن